معنا عبر السكايب المحلل السياسي ساعد اللامي أهلا بك أستاذ ساعد بداية الخارجية العراقية تحدثت عن أسباب إطلاق قمة دول الجوار العراقي مشيرة إلى أنها تصب في مصلحة دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي للعراق كيف تقيمون أهداف هذه القمة المزمعة نهاية الشهر الجاري تفضل مساء خير سيدتي المحترمة مساء خير لقناتكم الكريمة المحترمة أنا فقط للتصحيح أنا عموان في مكتب النخب والكفاءات في إطلاف النصر أهلا وسهلا بك الحديث عن دعوة العراق والحكومة تحديدا حكومة سيد الكاظمي إلى عقد مؤتمر لدول جوار العراق بالتأكيد دعوة مهمة يعني بشكلها العام بشكلها الظاهري هو يعني الحقيقة دعوة إيجابية العراق بدأ يستعيد عافيته في أن يكون لاعبا إقليميا شرقا شرق أوسطيا ودوليا في نفس الوقت ومؤثرا في المعادلة السياسية التي ترسمها يعني كبريات الدول العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط بشكل خاص وللعراق طوالما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من دعمت وساعدت في موضوع تغيير النظام السياسي في العراق ولكن السؤال هل إن العراق سيكون لاعبا مؤثرا وحاسما في هذا المؤتمر بمعنى هل سيتمكن من أن يقدم ملفاته وعلى رأسها السيادة الوطنية العراقية في مقدمتها إلى الذين سيحضرون في هذا المؤتمر والسؤال الآخر هل الرؤساء الدول التي تم توجيه الدعوة إليهم سيحضرون وهم يحملون في طياتهم وفي ملفاتهم وتحت طاولاتهم العديد من الملفات الخلافية مع أقرانهم سواء كان العلاقة المتوترة ما بين السعودية والجارة إيران حتى علاقة السعودية المتأزمة مؤخرا مع الإمارات هل ستلقي بظلالها مثلا على حضور السعودية في المؤتمر علاقة السعودية بالكويت علاقة الكويت بإيران علاقة تركيا بالسعودية والتوافق الموجود القطاري مثلا مع الترك قبل أن يكون هناك توافقا سعوديا تركيا إذن الملف معقد الحقيقة حتى حضور هناك طلب تم تقديمه من قبل الرئيس الفرنسي لحضور هذا المؤتمر في الوقت الذي لم يتم تقديم الطلب برأيك الرئيس الفرنسي فرنسا ستمثل نفسها وكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بالحقيقة هذا السؤال مفترض أن يجيب علينا طيب أنت تحدثت عن طلب فرنسي بفكرة مشاركة في الاجتماع برأيك ماذا يمكن أن تحقق فرنسا لهذه القمة هل تعتقد أن حضور ماكرون سيشكل دعم لدور العراق في المنطقة وضمان لمقرارات القمة لا في الحقيقة تحمل عدة أوجه طلب الفرنسي يحمل عدة أوجه إما أن تكون فرنسا هي موفدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نريد أن نطلب فرنسا لحضور هذا المؤتمر بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تجد نفسها في حالة حضورها وهنا فارة الحقيقة لاعبة اشترك مع دولة المتحدة في فرنسا هي طرف واحدة من الأطراف الرئيسية في حدود القلافات المستعرة على خلطة شرق الأوسط مؤخرا ثم أن هناك كثير من الملفات التي لم يحكم نهاياتها تعلمين جنابك السادة المشاهدين يعلمون ما جرت من ثلاثة حوارات أو ثلاثة جولات الحوارات بين السعودية وإيران على الأرض العراقية ولم تخرج بنتائج تذكر على الوصول إلى التوافق ما بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إنهاء هذا الخلاف والحضور للمؤتمر إذن هم سيحضرون وهم في جعبتهم مع الكثير من القلق الكثير من علامات عدم الرضا عن العلاق المتأزمة فالبلاد المتحدة الأمريكية ربما أرسلت الرئيس الفرنسي ماكرون موفد لها أو أنها سترفع تقريرا عن ما سيحدث من محادثات أو على أقل تقدير من تفاهمات داخل هذا المؤتمر ولكن السؤال هل ستكفي فترة عفض المؤتمر لحل حالة كل هذه الأزمات لا بالتأكيد من الصعوبة في المكان أن الملفات ستكون لها حلول ناجعة ومتوفرة ولكن في كل الأحوال العراق يسعى لأن يلعب دورا مؤثرا في أن يكون لاعبا حاسما لاعبا أساسيا وليس لاعبا احتراطيا في الحضور في كل هذه العناوين الكبيرة طيب يعني نحن لاحظنا من خلال الردد الفعل إيران رحبت في الدور العراق في فتح مسارات الحوارات لتهدئة أوضاع في المنطقة في حين لم تكن هناك أي رد فعل من السعودية والكويت وتركيا يعني كيف يمكن تعليق على هذا الموقف برأيك يعني ليست فقط إيران الحقيقة حتى السورية التي من المفترض أن توجه لها الدعوة لحضور هذا المؤتمر أيضا يعني تعرفين جنابك سوريا وإيران كلاهما يتميزان عن باقي دول الجوار العراقي بأنهما يعانيان من ضغوط الحقيقة هل تعتقد أن سوريا ستشارك في المؤتمر أم أن هناك قرار باستبعادها حاليا وخصوصا يعني سوريا تعتبر من دول الجوار أولا ومنطقة متأزمة منذ عشر سنوات إلى الآن ألا يفترض أن تشارك في هذا المؤتمر يعني سؤال ذكي من جنابك أنت تشيرين في طيات سؤالك إلى لماذا العراق يتبنى هذا الدور لماذا يلعب الدور الحقيقة الحكومة العراقية والعراق بشكل عام الآن يريد أن يلعب دور الحوست المضيف لهذا المؤتمر بالتأكيد العراق يدرك تماما أن أزمات الأمنية التي تصل إليه وكثير من التفاعلات التي تجري في الملف الأمني هي بسبب التدخلات الكبيرة من قبل كثير من دول الجوار العراقي بل أن كل اللعبة السياسية التي تعنى برسم خارطة النفوذ والسيطرة للشرق الأوسط تجري على الأرض العراقية بمعادلة دولية وأقليمية العراق يتبنى حضور سوريا الحقيقة لأنه سوريا هناك أيضا خطر يهدد الحدود العراقية من قبل كثير من التحركات الإرهابية التي تهدد الحدود العراقية إيران تعاني من موضوع ضغط الاقتصادي وأيضا يتدعم كثير من الفصائل المسلحة في العراق وبالتالي العراق يهتم بهذا الصدد بأن يتوقف هذا الدعم للفصائل المسلحة أو ما يسمى بقوة لا دولة لكي نذهب للانتخابات ونحن مطمئنون من أن الجانب الأمني على قل تقدير الحكومة العراقية توفي بتعهدها بتوفير الأجواء الآمنة للسناديق الابتراع في العاشر من التو تركيا تشكل ضاغطا مائيا على العراق بمعنى الإقافات المائية وحتى بالمناسبة حتى إيران حقيقة لعبت هذا الدعم وآخرا بأنها أوقفت الواردات المائية ولابد من الوصول إلى اتفاقيات وتحت رعاية دولية على أقل تقدير فيما يخص الدول التي تشترك في مصادر المياه أو ما يسمى بالدول المتجاورة على الأنهر العراق يعاني من تركيا وإيران بصدد هذين الملفين العراق يعاني في موضوع أن الطاقة الكهربائية الحقيقة لا زال ملف ساخن وهناك استهدافات لأبراج الطاقة الكهربائية مؤخرا ربما حتى أدرع أقليمية تلعب دورا في هذا التحييب والتعمل هذه كل حقيقة ملفات كبيرة ولهذا أتحدث عن هل تتمكن العراق والحكومة العراقية من أن نعالج كل هذه الملفات على طاولة المؤتمر دفعة واحدة لا في الحقيقة نستبعد أن يحصل ذلك نعم الأستاذ سعد اللامي المحلل السياسي أشكرك جزيلا شكر انضمامك إلينا